احنا كمستهلكين فانا بالنسبان انه طبع عربية موجودة في الشارع ليها مراكز خدمة وليها قطع غير امان ده اللي احنا بنقوله بقى انه سنين لكن انا كان فارق معاه عاركوا تسمعوا برضو الجانب اللي بيستورد العربيات مش بس الوكلة التجار انا مع رأيي الشخصي الذي لها قيمة لها وتماما ان انا بالنسبالي بعض التجار انا ما بقى منش وانا بشتري عربية واحد مستوردة لوحده لو انا استوردتها بنفسي ماشي انا تسطلعت سافرت عربية دي ايه وانا واحد بشتري من الشركة اللي انا بشتري منها لصعبة العلابة عربية دي تنفع عندنا طب انا في مصر مطابقة المواصفات المنطقة بتاعتي وخلينا نحط في الاعتبار ان ده مهم ليه لان هو عارف العربية دي نازلة الانهي سوء وبنان على السوء ده فيقول لك لا والله ما تاخدش تدفع فلوس ليه زيادة في الاوبشن ده ده اهو لكن لما اطلع انا اشتري الخمس عربية دول وابيحهم ماشي بس انا حتى الان ما شفتش مع كامل الاحترام لكل الناس انا ما شفتش تاجر بيبيع عربيات من غير ما يحطوا عليها اوفر برايس اكسب يعني مستحيل انا بدور عليه الديني تاجر بيستورد هو عربيات من اللي هو السوق الموازي او الاستراد الموازي او جري ماركت وبيبيع العربية بنفس التمان الشركة بيباعها بعشرة جنيه العربية دي تمانا هيه تلتمائة ألف جنيه انا عبيعلك العربية دي بتلتمائة وخمسة لو عمل كده انا موافق لكن اوه بيباعها بتلتمائة وخمسين ويه Organization 50 ده بيباعها بربعمائة واربعمائة وخمسين بعض العلامات النهار ده عليها اوفر برايس من التجار او السوق الموازي اكتر من 300 الف جنيه انت روحت عربية تانية خليني برضو اقول لحضراتكم حاجة العربية اللي تمانا 300 400 الف جنيه لما يبع عليها اوفر برايس 100 الف جنيه او يجي تاجر من التجار مش كل الناس زال فل فيه ناس محترمة وانا مش ضد التجار بالعكس انا معاك لان انت في الاخر بتشغل مصريين وانت رجل مصري ففي الاخر انا معاك انا مش ضدك لكن انا ضد ان انت تحطيلي على العربية تمانا 300 الف جنيه 100 ولا 200 الف جنيه تودتني الفئة تانية انا في حتة تانية خلص فببص لها من حتة ايه ان كمان الاهم ان مجديش تروح تستورد عربية وتعمل لها شوية اعلانات حلوة والناس تتكلم عليها وهي العربية ممكن ما تبقاش وحشة بس لا انت موفر لها قطع غيار ولا موفر لها مركز خدمة وبعدها بيعت العربيات والدنيا ربحانة والتمام لا خاصة مش حلقة باللعبة دي انا عجبتني كده خلاص طب الناس اللي اشترت طب العربات اللي بتجري في الشارع دي نعمل ايه انا قفلت حعمل ايه انا مش قاد اي حد عايز يكمل يكمل طب الناس فقرار زي ده انا بصصله من ناحية دي انا بصصله من ناحية دي خلينا برضو نسمع ونعرف ونشوف ايه اللي هيحصل انا حبيت انه ده اشرح الموضوع مع حضراتكم كده ونعرضه ببساطة عش حاج تبقى عارف ايه اللي بيحصل في السوق بتاعنا خلال الفترة اللي جاي وانا بصراحة شايف ان الحكومة خلال الفترة دي بجد مشيا في قرارات لحماية المواطن المصري هو شايف ان القرارات اللي بتطلع دي دلوقتي انا من وجهة نظري شايف انها بتطلع بشكل مزبوط عشان تخايف على فلوسنا اخفوه احد بيعليش عربية ويجري احد بيعلي بتاعمل هاش قطع غيار انا شايف الحتة دي انا انا من وجهة نظر اما من وجهة نظر التجار طرحوا وجهة نظرهم برضو في نقطة لازم يبقى تتحط في الاعتبار لو واحد بيستورد كذا كذا متابقة بقى بس انا فارق مسلا ممكن تروح معمولي ايولاك متابقة لكل المواصفات فيها كذا وكذا مسلا واعتقد حيبقى فيه نقاش وخلينا نعرف الفترة اللي جاية حيوصله لإيه ان شاء الله بين ربطة التجار مع وزارة التجارة والسناس